كشف وزير الشباب ورياضة الجزائر عبدالعبدرزاق سبقاق أن ملعب الراقي سيحمل اسم الزعيم الجنوب إفريقي الرحل نيلسون مندلة جاء ذلك خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار الجزائرية يذكر أن ملعب نيلسون مندلة من بين الملعب التي ستحتضن مباريات بطولة أمم إفريقا للمحليين بالجزائر في الفترة الممتدة من الثالث عشر جنوبي إلى غاية الرابع فيفري المقبل والبداية ستكون بالمباراة الافتتاحية بين الجزائر وليبيا